أحمد أحمد يا بني تعاليمة تعرف إيش اليوم؟ اليوم ليلة القدر تعرف إيش يعني ليلة القدر؟ إيش؟ ليلة القدر هذه أحسن يوم برمضان ما بش أحسن من هذا اليوم يعني لو فلت فوقك ليلة القدر ربش يدي لك كل ما بنفسك إيش ما تطلب ربي بيعطيك؟ تخيل 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 سعادك إن شعرها سلكة طلبت من الله أن ربي رجع شعرها سلس ورجع شعرها سلس وعد مرت مسعود تزوّق واحد قابل مهر خمسة مليون وهي ما تعرف تطبوخ ولا هي حلوة ولا تعرف تعمل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أعطيك العافية والله أعافيك الحم بالله صلينا التراويق واحد يرتاح كذا برمضان قبل الله آمين آمين هابوش حاجة ليلة كلها ولا شيء؟ بعداء بعداء يا با ها أم قالت لو فلت فوقك ليلة القدر مش هكون غني لو فلتا لو فلتا فوقك ليلة القدر نعم إنه إمارة نزلت ما فلتا نفسه تتفل سف قصدية أمك لو نزلت علينا ليلة القدر طبعا يا بني هذه ليلة القدر ليلة عظيمة ليلة مباركة وهذه الليلة أنزل فيها القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وهذه الليلة في الفضاء الكبيرة يعني لازم أننا نستغل هذه الليلة بالدعاء والتضرع لله وطلب يا ابني اللي تشتي من الله أسبوع وتانا أنه ربي يوفقك وينجحك ويخلي لك أمك وابوك تمام يالله دعو دعو الله يعني يعني لو لو طلبنا أي شيء من الله ودعينا أي شيء كل شيء مستقاب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هذي يقول لك ليلة ليلة مباركة يالله دعونا يالله الله لا فتح عليك ولا وفقك يا سعاد بحق ليلة القدر هذه الله ينتقم منك يا فاطمة يا رب أسألك ودعيك بحق هذه الليلة بحق ليلة القدر يا الله أنت انتقم لي من سماح أشد انتقام قعل لك مقتول بحول مبتول لحمك للذرور دمك للصرور هلا من تدعي انتق الله ليلة قدر دعي عليها علشان ربي ينتقم منه ويمحطان محت اشتركوا في القناة